مسابقة بلج جمال لبنان التي نظمتها الام تي في تتحول سابقة تاريخية بعد إيصالها أربعة شبان منها إلى المسابقات العالمية التفاصيل في هذا التقرير لبنان متقدم في محيطه وفي العالم من حيث الجمال وشبانه يعتبرون من الأكثر جاذبية في العالم إنه الخبر الذي يتصدر عنوين الصحف المحلية والأجنبية مع النتائج المرضية والإيجابية التي يحققها الشبان اللبنانيون في المسابقات العالمية للجمال ما سمح للبنان بأن يكون في المرتبة الخامسة عالميا أحدثوا هذه الإنجازات اللبنانية كان فوز علي حمود وصيف ملك جمال لبنان 2012 بلقب ملك جمال الدول أو مستر انترناشنل في المسابقة التي تمت في تايلندا ليزيد إنجازا جديدا على النتيجة المتقدمة التي أحرزها حامل اللقب رودولف بونادر في مسابقة ملك جمال العالم هذا العام حيث حل في النهائيات بين المتبارين العشر الأجمل والوصيف حسين لئيس كانت له فرصة تمثيل لبنان خير تمثيل أيضا في مسابقة مستر تاب ماضل حيث حل في المرتبة الثانية في حين وصل الوصيف لنجم إلى النصف نهائي في مسابقة مستر مان هونت 2012 وهكذا فإن أربعة شبان شاركوا في المسابقة نفسها التي نظمتها الامتي في أرسوا سابقة تاريخية بحلولهم في نهائيات أربع مسابقات عالمية مختلفة وهنا تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفوز بها شاب لبناني بلقب مستر انترناشنل فالفائز الأول بالمسابقة كان ويسام حنة الممثل ومقدم البرامج والمشارك في برنامج دانسينغوث دستارز الذي ينطلق الأسبوع المقبل على شاشة الامتي في أما مسابقة ملك جمال العالم فهي أيضا ليست المرة الأولى التي يحقق فيها لبنان نتائج مرضية مع حلول عبد الرحمن بلعة في نهائيات الطاب 5 في مسابقة ملك جمال العالم 2010 إلى هذه النتائج المشرفة يضاف فوز أسعد طراباي بلقب الوصيف الأول في مسابقة ملك جمال العالم عام 2003 ووصول أنتوني حكيم إلى نهائيات المسابقة عام 2004 وفوز محمد شمس الدين بلقب الوصيف الأول في مسابقة مستر انترناشنل عام 2008 ليليه حلول مرسلين جبرايل في المرتبة الثالثة من المسابقة نفسها بعد عام هذه الصورة المشرقة للبنان التي ينقلها شبابه تساهم في تحسين صورة لبنان في العالم وفي أعطاء نموذج ممتاز عن شبان يتمتعون بالجمال والثقافة في آن معا ترجمة نانسي قنقر